السلام عليكم مرحبا بالناس لو ما يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لو معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزال اليوم الحصة بتاعنا وين تحضير الكلاسيكو السعودي الهيلال أمام النص وين الهيلال يفقد أغلى مدافع سعودي في كلاسيكو أمام النص واختبار آخر لدوسال يعني وين كلاسيكو كلاسيكو في سعودي الخاليس كابلا يهدر عليه خرج على القيمة على لعابة ليراهم القيمة على وعندنا كنا نسمعوا كلاسيكو ديربي كنا نسمعها القيمة على لعابة ليرا في الدول السعودي يعني هي تعطي قيمة بيرا أنا أنا عارف بزيب ناس يعني في الشرق يقول لك لنا ندخلوا نفرجوا يعني كي تهودي الأمسيان أنا ندخلوا نفرجوا في بلايلي كما كان باللومي الأخذر باللومي الناس كانوا في قسنطين هاي الدخل يتفرجوا يهودي يلعب مع الموكولة يلعب مع السياسي أو لا الدخل يتفرجوا في طول اللومي كما كان بزيب مباراية كما كانت بزيب نوجو كان ليب ما شركوا كما كان الناس مينزر ضربات عمار جل في الباوت خموانكم كما كانت بزيب سوالة ويذكرت جريدة الرياضية السعودية أن السالم أن السالم تسارك قائد الهلال السعودي سيخضع لاختبارات يوم الإثنين تحدد مدى مشاركته أمام أسباكي الثلاثة ضمن مباراة الجولة الخامسة من الدول أبطال آسيا وكان الدولي السعودي قد غدر مع بعثة الفريق الأزرق إلى أسباكستان يوم الأحد استعداد لمواجهة بعد تعافيه من الإصابة في مفاصل والرفبة وأوضح التقرير أن من المرجح أن يغيب حسن عن مباراة النصر الجمعة المقبلة في كلاسيكو الدول السعودي بسبب الإصابة للعضلة الخلفية للسعر وإصابة التي بسببها لم يغادر مع البعثة ناديه إلى أسباكستان ويذكر أن المدافع الذي أطر جدال حول مدى صحة تسجيده في قائمة الهلال خلال الفترة انتقالات الصيفية وهو الأغلى في تاريخ انتقالات لعبين السعوديين ويبلغ هذا المدافع من العمر 24 عام وخرج من نشئين شباب ولم يلعب للفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة وخضى اللعاب 23 مباراة دولية مع المنتخب السعودي وإن حسن قدم مستويات مميزة مع المنتخب السعودي في كاس العالم 2022 في قطر يعني لعاب لعاب يعني ما شاء الله لعاب وإنهم قلوا بالله والهلال يفقد أغلى مدافع سعودي في أكلاسيكو أمام نصر يعني قالهم دوساري يعني خيار قالهم دوساري خيار قالهم هو باي الصعب أبيناتهم سعالين كلهم وإن كذلك وإن اليوم وإن تترقب جماعي الرياضية يوم الاثنين انتلاق جولة الخامسة على اليوم يعني من مرحلة المجموعة في بطولة دور أبطال آسيا كرة القادمة من أجل يعني متابعة نتائج الأندية العربية التي تنافس من أجل حسب بطاقة تأهل إلى الدور الستاعش بعدما بقي 14 مقعد فقط بعد تمكن العين يعني السيراث من الحجز بطاقة التأهل الفيصلي والأمال تتأهل بداية مع المجموعة الثانية والتي سيستعد فيها الفيصل الأردني إلى مواجهة يعني موظيفه ناس كالخرسي واسباكي يعني رابعة مساء واللعب الرابعة بتوفيط الفتس المحتلة من أجل حسب المباراة وخطف نقاط الثلاثة والتي تؤمن تؤمن الفريق المنافسة على أحد بطاقات التأهل بعدما انتعشت أماله بعد الفوز على السد القطري في الجولة الماضية بهدفين نظيفين يعني يمتلك الفيصلية تلس نقاط في مجموعة الثانية ويحل في المركز الأخير فيما يتربع الشرق الإماراتي على العرش الصادرة بتلس نقاط ويليه ناسف كارسي واسباكي بسبع نقاط في حين جاء السد القطري في المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط ولم يحقق من الفيصلية انتصار على منافسه ناسف واسباكي في جميع البطولات القارية بعدما لعب ضده في تلس مباريات الأولى يعني في كأس الاتحاد الأسيوي عام 2011 والثانية في دور مؤهل إلى الدور أبطال آسيا عام 2018 والثالثة في النسخة الحالية بمرحلة المجموعات ووجه الفريق الفيصالي خلال مشاركته الأولى تاريخيا في الدور أبطال آسيا ظروف صعبة بعدما خسر أول مواجهة على أرضه وأمام جمهوره ضد ناسف الأسباكي خارج به بهدف نظيف وبنتيجة نفسها أمام موظيفه السرق الإماراتي قبل أن يتعرض للصدبة كبيرة وإنهز بست أهداف مقابل لا سيء على يد السرق القطري لكنه استعاد توزنه عن نتيجة الأداء الساحل الذي قدمه أمام الزعيم في الجولة الماضية وأنعسى أماله لبقاء في المسابقة القارية بعد الفوز المستحق بهدفين لصفر وكذلك شاهدناه أن النصر لحسم التآهل المنافسة المجموعة الخامسة يتصدر نادي النصر السعودي براس 12 نقطة وانحقق أربع انتصارات متتالية فيما يأتي خلفه مباشرة يعني النادي الإيراني بسبع نقاط بعد فوزين وتعادل وخسارة في حين يحل استقلال يعني التاكستاني ثالثا يعني النقطتين ويأتي التحيد القطري آخر يعني آخر من نقطة واحدة ويريد النصر مددد بنجومه الكبار بقيادة المخضرب كريستيانو حسب المواجهة ضد ضيفه الفريق يعني الإيراني سامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة من أجل خط بطاقة التأهل إلى الدور 16 في بطولة الدور الأبطال آسيا لكل القدم رغم صعوبة المهمة ويمتلك نادي النصر السعودي سجل رائع يعني بعدما حفظ على سلسلة انتصارات التي حققها خلال 19 مواجهة في جميع المسابقات دون تذوق طعب الهزيمة حيث فاز رفاقاء كريستيانو في 18 مباراة وتعدل في لقاء واحد يعني من يطمح النجم المخضرم كريستيانو إلى حسب المواجهة الصعبة أمام يعني الإيران وخطف يعني نقاط الثلاثة واستمرار رحلة في الدور أبطال آسيا التي أصبح فيها العالمي أحد المرشحين لحظ اللقب شاء الله رب ماذا بينا يعني ماذا بينا ماذا بينا منتخبات عربية ماذا بينا أريد أن يكون قرر بستخدري وإن أريد أن تكون قرر بستخدري أو يسفلون فيها يسفلون فيها تشفلون يسفلون في الحراسة والآخر أطاقه كريستيانو أطاق أرواح أن تأتي ولاقي آه ماضي تشفيها أم لا؟ هل إذا عندهم لعبتهم غالس لعب لهم سعيب أشوي هل إنتهي لقول الغدوة إن شاء الله نعم وووواي لبن فقر نلت فيت حيث نعم يسعي الله خلائه ليس بالان هذا شيئا هل يوجد استعمال هل يوجد استعمال دماء الجديد هي معجبين من شبيلنا لا يتساق لكن ليس قوي وقام هكذا هذا يؤدي ويشير وما زالت هي تجاهل فقط وذلك بمتح إن شاء الله يجب أن نقوم بك لا تنسوا شاء الله يجب أن نقوم بالكومنتر ونقوم بالفديو وإن شاء الله دائما معكم بجديد وإن شاء الله تعبوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله صحيح